في الحقيقة النهاردة كان عندنا مجموعة من الاجتماعات الخاصة بشركات النادي الاهلي وقدمتها شركة الاهلي للخدمات الرياضية وحضر النهاردة في هذا الاجتماع رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور يحيى راشد بحضور الكابتن محمود الخطيب وعضاء مجلس إدارة الشركات اللي كانت موجودة في هذا الاجتماع وهذا الاجتماع أيضا تناول مجموعة من المهام الرئيسية اللي بتقوم بها الشركات وتسليمهم كافة الوسائق الخاصة بتأسيس كل من الشركات وبالفعل انتهت النهاردة عمليات التسليم لكل هذه الوسائق وكان فيه على رأسها النظام الأساسي لشركة الاهلي للخدمات الرياضية أيضا تم الانتهاء منه وتسليمه أيضا عقد التأسيس الشركة أيضا تم تسليمه لرئيس مجلس إدارة الشركة وأعضاء مجلس الإدارة أيضا قرار إشهار التأسيس للشركة أيضا تم تسليمه النهاردة كمان تم نقل الخدمات والحقوق اللي بيمتلكها النادي الأهلي لكي تقوم بتشغيلها شركة الأهلي للخدمات الرياضية وبالفعل أيضا تم هذا في الاجتماع التالي اللي هم أيضا مع شركة الأهلي للمنشآت الرياضية في حضور رئيس مجلس الإدارة المهندس أيمن إسماعيل وأعضاء مجلس الإدارة وتم بالمثل كما تم مع شركة الخدمات الرياضية تسليمهم كافة الوسائق الخاصة بالشركة كان نظام الأساسي أيضا عقد تأسيس الشركة قرار إشهار الشركة البطاقة الضربية السجل التجاري أرقام الحسابات الخاصة بيهم في البنوك الوطنية المصرية بالإضافة إلى نقل ملكية تنفيذ العقود الخاصة بالنادي الأهلي بما يتناسب مع طبيعة عمل كل شركة من الشركات اللي كانت موجودة النهاردة في الاجتماعات أهم القرارات زي ما أنا قلت دلوقتي حاليا أننا نقلنا كل الحقوق اللي بيمتلكها النادي الأهلي بما يتناسب مع طبيعة مجال عمل الشرك على سبيل المثال شركة الخدمات الرياضية هي اللي هتقوم بعد كده بالفعل بتنفيذ حجوزات رحلات الفريق الأول وكل الفرق الرياضية سواء في المعسكرات أيضا رحلات الخاصة بأعضاء النادي الأهلي من حجوزات لفنادق وتذاكر طيران وآخره ده تم نقله النهاردة رسميا كمان تم أيضا تزويد الشركات ببعض الكفاءات الوظيفية من الجهاز الوظيفي للنادي الأهلي في مجالات الحسابات المالية في مجالات التسويق في مجالات أيضا التشغيل في مجالات الشؤون القانونية وبالتالي عشان تستطيع من النهاردة الشركات أصبحت قادرة على تنفيذ مهمها اللي إنشأت من أجلها إن شاء الله